بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل ازالة لاي برنامج متسطب على الكمبيوتر او اللاب توب وانت حابب ان انت تهزف البرنامج ده ولكن من جزوره طيب اول حاجة هنعملها علشان نحزف اي برنامج متسطب على الكمبيوتر سواء كان مسلا او جوع الكوروم او الفوتشوب او اي برنامج ايا كان البرنامج اللي انت عايز تعمله ازالة ده الطريقة اللي احنا هنتعلمها مع بعض دي هي طريقة بسيطة وفي ناس كتير عارفها ولكن انا بشرحها لان بالفعل في حد سألني ازاي اقدر اعمل ازالة لبرنامج انا سططته قبل كده على الكمبيوتر وانا طبعا وعدته ان انا هعمل الفيديو وهبعته له ودلوقتي ان شاء الله هنبدأ مع بعض والموضوع سهل جدا وبسيط اول حاجة هنعملها هندخل على كنترول بانل علشان ندخل على كنترول بانل ممكن هتلاقيها على الدسك توب ببرة او هتفتح قيمة بالشكل ده وبعد كده هتكتب سي بانل او كنترول بانل او لو اندوز عندك بالعربي هتلاقيها لوحة التحكم هنفتح الكنترول بانل بالشكل ده وبعد كده هنضغط على الكلمة اللي هي ينستول طيب دلوقتي انا ممكن اضغط على الايكونة بتاعت فانا لما اضغط كده انا مش محتاج الكلام ده انا عايز اضغط على الكلمة الزرقة اللي تحت دي ما ينفعش تضغط على الايكونة ولا على كلمة هو ينفع تضغط وبعد كده تخش على الخيار هو هو اللي برة فاحنا ليه نتعب نفسنا هو الخيار موجود عندنا برة اللي هو الخيار اللي هنضغط على الخيار اللي ازرق ده هيزهر قدامنا القائمة اللي احنا شايفينها دي اللي هي الكلمة اللي فوق دي علشان في ناس بتتريع عليها لما باتتكلم انجليزي المهم ما علينا انا اوليكم مسلا عايز اعمل متلا اي برنامج متسطب عندي دي كل البرامج المتسطبة عندي على الجهاز والبيانات بتاعتها اللي هي المساحة البرنامج ومتسطب في مساحة قد ايه في البرتيشن سي طيب انا هنا آآ عايز احزف اي برنامج من دول هاجي مسلا على برنامج ده بتاع الميديا وهضغط عليه كليك يمين وبعد كده هضغط على تمام بعد كده هضغط عليه بالشكل ده انا هنتظر وهيجي لي القائمة بتاعة البرنامج ممكن ما يجيليش قائمة والبرنامج اتشغل تلقائي ولكن البرنامج جاب لقائمة فهضغط وبعد كده هعلم على علامة الدليل تمام وبعد كده هضغط على بعد كده اختار هلاحظ ان البرنامج كده خلاص اه اتمسح طيب انا عندي حاجة تانية ايه هي الحاجة التانية دي انا ممكن تمام واجيب بعد كده اروح جاي حزف برنامج تاني لأ ما ينفعش لازم ان تحزف البرنامج وبعد كده تستنى لحد ما البرنامج يخلص حزف وبعد كده تحزف البرنامج اللي بعده طيب لو جيت البرنامج لقيته خلص حزف وجيت احزف البرنامج اللي بعده ورفض ان هو يحزف اعمل ايه? هقول لك هتعمل ايه? هتقفل القائمة دي خالص وبعد كده هتعمل ريستارتر الجهاز وترجع تعييد الخطوة دي من الاول وهيتم ازالة البرنامج بشكل صحيح. طيب. بكده هنكون خلصنا موضوع النور دي علشان ما انتوقش عليكم وانا شايف ان الموضوع يعني سهل وبسيط جدا واي حد آآ يعني في ناس كتير عارفة. ولكن زي ما قلت ان في ناس ما تعرفش. لو دي اول مرة تشاهد آآ اي فيديو في القناة عندي اتمنى تعمل في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.